دار الإفتاء المصرية اكدت أن وقت الدبح الشرعي للأضحية بيبدأ بعد صلاة العيد وبيستمر حتى مغرب رابع أيام العيد أوضحت دار الإفتاء في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه نظراً للظروف الراهنة ووفقاً لعدم إقامة صلاة العيد بسبب انتشار فيروس كورونا في هذا العام فإنه يمكن للمضحي أن ينتظر حتى انتهاء صلاة العيد اللي بتنقل عبر وسائل الإعلام أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة وهي المدة اللي بتستغرقها الصلاة والخطبة ثم يشع في الدبح حتى تكون أضحيته صحيحة